اهلا بحضراتكم والفقرة الاخيرة من حلقة اللادي وهي نص الدنيا ومعايا فيها الدكتورة اروة علوش مديرة مركز امال للتنمية والتدريب اهلا بك يا دكتورة علوش اللي سألم بك نور تاني يا استاذ ناصر الله خليك الله سأنا عجبني القرارات اللي بتاخدها المرأة طبعا اه طبعا وعجبني كمان ان المرأة بتعلم عشان تنطلق طبعا وبعني يجي الرجل يقول لها ستاب وقافي محطات استني بس جايلك وايضا معنا لأول مرة الدكتورة صحر بخريس اكاديمية تونسي اهلا بك دكتورة صحر مثلا نوجهنا بك اه الدكتورة يعني انت سمعت الحوار اللي ضار بيني وبيني الاستاذة اروة من شوية انه انتو بتتعلموا وتاخدوا شهادات متجمعش ماشي 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 بتاخدوا شهادات وعن في الاخر تتجوزوا وبقالين يجي جوزك يقول لك لأ مش عاجبني الشواء لا قولي في البيت هل ده مش تغير؟ تقوله انت مش عاجبني؟ وباي تقوله كده اه دكتورة اروة؟ لا طبعا بتناقش وبتحاور معه وبوصل لحاجة بوصل لنقاط مشتركة بيني وبينه واتنازل انا شوية ويتنازل هو شوية مين التنازل الاكبر مساحة الاكبر في التنازل؟ بس خينا واقعين؟ اي واقعين لا 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 واقعين احنا مفروض جايين نحكي الحقيقة اي وا مش جايين نجمل الصورة اي وا صح ونساعد الناس بالافكار اي اي عادة المرأة اكتر بتتنازل اه بس يعني مو هي تسعين هو عشر بالمية لا يعني هي سعين يعني لا مثلا افتراد افتراد يا دكتورة اروة افتراد 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 خيال يعني اي 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 زوج حضرتك قالك ما تطلعيش تاني في البرنامج اي بتاع محمد ناصر هتعمل اي اي انا بنقشو الجول الاول بعد المناقشو عايز اخر المناقشة اي اي باسلا ا machtenع يعني بحاول اقنع ما مستسلم مباشرة يا ستي لا هو حرر اخرتها ايه اه طبعا اخر شي يعني إذا ههو صمم بمشي على الرايه طبعا بس شكرا انا لو 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 حب كتير الفكرة برجع بنقشه تاني بس ممكن يكون انا ما حب الفكرة لا اخي قرار بيعمل ايه اه اخر القرار هو قراره يعني مدائما قراره والله مدائما حسب اهمية الموضوع ستي انا بتخيل اهميته وتأثيره على الحياة يا دكتورة انا بتخيل البرنامج ده خلين عملي طب هاد البرنامج هو قالك ايه قالك مثلا يعني قالك انا يعني ما تطلعيش مع الرجل انا بضرب مثل ايه ليش محمد ناصر او مثلا الوقت متأخر ايه برضو كل دي فرضيات تمام قرار مين اللي يمشي اه يعني هو لو حيد دايا كتير طبعا مشي قراره بس شكرا ايه بس لو مصيري لو البرنامج ده مصيري بالنسبة لي لا بافضل بناقشنا نصر انا هي قضية سياسية استاذة اه دكتورة سحر يعني مين اللي هو الموضوع كله مين هيتغير بعد الجواز الموضوع كله مين بيغير مين بعد الجواز الستة هي بتغير الرجل بعد الجواز مش النموذج اللي قدامنا ده واضح لا انا مش كده خار لا مش انت بيكلم بشكل شخصي بيكلم شكل عين مين بيغير الستة هي بتغير الرجل بعد الجواز تمشيه زي ما هي عايزة اه يعني الستات هي بيغير الرجل بعد الجواز طبعا اه وستاتها تغير الستات بتتغير في حاجات معينة مش في كل الحاجات يعني اصدق المرأة هي المسيطرة اكيد لا انا باختلف معك مش هي المسيطرة انا يعجيب باختلافك بقى وانا هو الجبك المرأة لا مو هي المسيطرة على الحياة الاسرية المرأة يعني مو هي اللي بتغير الرجل هي يعني بتحاول بس مو دائما بتقدر تغيره اه يعني المرأة من وجهة نظر حضرتك ما بتغيرش في الراجل يعني ممكن بأشياء معينة بتغير فيه دائما بتحاول تغيره بس هل دائما بتقدر تغيره مش دائما طبعا مو دائما تقدر لا طيب منسحب تماما لا يعني حاول بس خلينا اوصلك الفكرة طيب على كل حال خانس السؤال المهم جدا السؤال مين يا دكتورة سحر بينجح في اخفاء عيوبه اكتر من التاني المرأة ولا الرجل المرأة المرأة عندها قدرة فظيعة ان هي تخبي اكتر من الراجل تخبي عيوبها عيوبها احنا جايين وتكلموا بصراحة صح صراحة أحب عليك دكتور انت ايه الرأكشن ده بفكر بفكر مين اكتر بفكر هل فعلا المرأة والله انا بشوف الاثنين الاثنين بيحاولوا ما يظهروا عيوبهم فترة الخطوبة عشان يمشوا الامور يعني المرأة فترة الخطوبة يكون كل همة انها تتزوج توصل لمرحلة الزواج فتكون يعني تحاول قدمة فيها انها تخبي عيوب وبعد الزواج يظهر طيب انا هسألك سؤال تاني لحضراتكم يعني يعني طبعا انا ممكن اميل رأي الدكتورة اروا شوية لكن هل ده يتوقف على الشخصية نفسها يعني يتوقف على الكذاب اكتر يعني في شخص بطبعه كذاب سواء كرجل او ست فهذا الشخص طول وقت عايز يبين نفسه انه هو في الصورة المثالية يعني طول وقت عامل يعني طول وقت فيك يعني هل ممكن نعتبر انه ممكن يكون ده مش امرأة ولا رجل لكنه نوع من البشر موجود هو كذاب اكتر نوع يمكن بس يعني قصد اقول فيه لا فيه امرأة ما تحاولش الى حد ما ان هي تخبي اه بالضبط وفيه راجل على فكرة ممكن يبقى صريح جد يعني فيه راجل احنا بنسميه بمصر طبنش يعني يخبط كده يعني على كل حال انا اتوقع انه الاثنين بيحاولوا يمسلوا لكن بدرجات والانسان الطبيعي عادة ما بيظهر عيوبه من خلال يعني اللقاءات العادية اللي هي مشاوير الخطوبة العادية والكلام العادي اي انسان طبيعي ما بيظهر عيوبه يعني لو تقصد بازهار عيوبه يبقى مش طبيعي هو صح يعني عيوب تبين بعدين على العشرة على العشرة دقيقية طويل طب ايه العيب يا دكتورة السحر ايه العيب اللي المرأة لو شفيته في الراجل تتخض ولا بد ان تتوقف قدامه الخيانة والكذب كذب وحضرتك البخل الخيانة وفي عيوب يعني برضه بالمرأة برضه بتخض الراجل زي زي النكد النقد الدائم النقد النقد للرجل النقد اللازع صلات اللسان صلات اللسان السيطرة الملاحقة الدائمة ليه هاي كلها امور ايه والشك والغيرة والشك والغيرة يعني بتنفر وبتطفش الراجل طيب انا يعني هو يعني ماذا يجب على المرأة انها تعمله اذا اكتشفت في جوزها او في شريكها اللي اخترته عيب حسب بقى العيب اذا عيب من العيوب اللي فعلا بالنسبة لها هي عيوب مصيرية بدها ما تكمل اما اذا ما نحنا عم نحكي على بعد الزواج ولا قبل الزواج لا في فترة الخطوبة الخطوبة طبعا تتبعد احسن بكتير بعد الزواز يعني قولوا عننا الف قلبة ولا غلبة منفوم البي casati ولا غلبة فلما اقلب أنا مش مشكلة بس لما اتقوز وانصدم بالعيوب ده بقى خلص غلبني آه الف قلبة ولا غلبة تونسي منفوم البي casati نفسها يعني منفوم الايه منفوم البي casati يعني من أول البير من فم البير ولا من قاعه يعني من أول السلم أفضل من ننزل تحتها طيب لو هي فتت خطوبة يبقى تقلبه طبعا طبعا ولو هي من جوزة لو مزوجة خلاص الفاس وقع في الراس فإنه بقى لو تحبه يعني افترض أنها بتحبه فتت الخطوبة أنت أكيد يعني جوزت جوزك حب طيب لو اكتشفت في عيوب وانت بتحبيه إيه اللي ينبغي عليك تعمليه عشان تقوم العيب ده ما هو اللي بيحب شخص ما بيشوف العيوب هيا مشكلة الحب لا بيبلع العيوب هو بيشوف بس بيبلع بيبلع بيضطر أنه يبلع بس يوصل لمرحلة يمكن أحيانا بتصير في تراكمات أنه خلاص يعني وصل لمرحلة من الصبر أنه معت فيه يكمل أنت معها برضو أنها تكمل ما تكملش أنا معها أنها ما تكمل في الخطوبة ولا بعد الجواز؟ لا في الخطوبة ولا بعد الجواز أنت معها أنه لو اكتشفت عيب خلاص تقرب بس حسب العيوب صح؟ حسب العيوب و أي عيب يعني لأنه هي بحس كمان أنا ضحيك أنه كرامة المرأة تندس يعني أنه مثلا في خيانة في كذب في شك في غيرة أنه سوري يعني بتكون كبيرة يعني عيوب طب خلين نشوف المقال ده جزء من مقال هذا ما ينبغي عليك عليك فعله إذا اكتشفتي عيبا في زوجك نشوف كده هو المقال قدامنا المقال قدامنا ماذا عليك و دي أماني كتبا أماني أريس صحفية بموقع جواهر الشروق فهي الست كتباننا يا ترى إيه بقى اللي على الزوجة إنها تعملوا إذا اكتشفت في جوزها عيب يعني بس عبان ما يطلع الماكانة هل الله مشكلة يعني على كل حال طيب خليني نشوف رأي الناس على السوشيال ميديا في حكاية التغيير بعد الجواز هل في أمل إن الزوج يتغير أو الزوجة تتغير بعد الجواز نشوف ده على السوشيال ميديا كده شوف مع بعض يلا اطلع بقى اطلع أهو ودورات كتير على التربية الإيجابية وإزاي نتعم مع بعض وإزاي نتعم مع بعض كأسرة ولكن الناس بتمشي بدافع أهواء وإنه بيحب الطرف التاني فيغض بصر عن حاجات كتير وإنه هيتغير بعد الزواج ويطلعوا أجيال وشوها نفسيا اللي بعد اللي بعد أنت مع ده أنت مع ده آه أنا مع ده مع أنه هي عم تنبه أنه أنتوا عم تسمعوا معلومات كتير أنه لازم تنتبهوا أثناء الخطوة بس عم بتتنشوا وعم تنساقوا لرغباتكم وبعدين عم تنصدموا بالزواج طلعوا أجيال ماشي بالنهاية الأسرة هي سعادة لقلبك صحيح لا راح إديها تقرأ الله يخليك صحيح كلامك مضبوط مضبوط ما فيش حدا بيتغير بعد الزواج وإذا كان حيتغير كان يتغير بدون تدخل من أشخاص مية بالمية أنت متفق مع الدكتور إبراهيم بس رأ في أشخاص فيه ستة بزكاءها تقدر تغير الرجاجة يعني أنه ما فيش كلام لكن في عيوب يا دكتورة ما بتتغيرش خالص أنا خليناك كلم على تجربتي يعني مثلا أنا عصبي عمري ما تغيرت في الحكاية دي يعني مثلا قصة أقول إيه أنا ده بيعتمد على الزكاء الست وما دفع ما هريك يعني أنت متخيل أنا كنت لو قابلت واحد بخيل هتغيري لا بخيل مش ما يغزمنيش عصبي هتغيري أه أنت متخيل أنت بالابتسامة اللطيفة دي بدي ياخد قرار هو هو بدي ياخد قرار أنه هو بدي يخفف من العصبي يخفف بس أما أنه يصير شخص هادئ مستحيل مستحيل ما ده اللي بقوله لها أه ماشي الواحد يهدى شوية لكنه يتحول إلى بارد يعني ما الوديع ما ممكن ما ممكن يعني أعز أقول فيه عيوب مهما كان الحجوم بس العصبية مش العيب لهو ممكن أنه عيب كبير هو بيحكي بشكل عام بس هو عيب الشك هل أنا ممكن أغير ست بتشك أبدا برضو بتخفف مش بتغير أبدا تخفف منها ما بتغيرها يعني هي بدي تحط ببالها وهو بدي يحط ببال أنه فيه عيوب موجودة أكيد أنا إما بدي تعايش معها وأخفف منها شوي أو أني ما بقدر أتعايش أبدا فبالتالي أنا بدي يغير طريقي طيب أقلبه تماما ما ممكن أقلبه تماما بسي تماما الراجل مثلا مش ممكن يتعامل مع ست بتشك في كل شيء أي ففي عيوب صعبة في عيوب صعبة في غيرة يعني أنه مشكلة كمان الستات أنه مفهوم هالزواج أنه خلاص أنا هذا الراجل صار إلي وحطته بقفص أنه سوري مش هذا المفهوم الصح يعني إيه ما شايف يعني أنت قصدك أن الستة اللي تتوحى منها تتوحى وأنها ملكة الراجل وأنه من حقها أنها تتدخل في كل التفاصيل سوري هذا غلط كمان والله هذه من العيوب اللي ما ممكن ما العيوب اللي في عقلية الست زي ما تتحكمش في قراره زي ما تتدخلش في حياته وتتدخل في حياته في تفاصيل ملهاش فيها كمان ليه زي إيه تفاصيل ملهاش فيها إنو مثلا عايز يطرع مع أصحابه ما يطرعش ليه تتدخليش معه جزء في التفاصيل ده لا لكن اللي بيقولي كان رايح فاكس بيقولي بس ما وأنا مالي أنكد عليه ليه يعني مثلا يعني إيه ما تسألهوش مثلا ولا أصحابك مين ولا بناع أنا مثلا بسافر وبروح وباك ما هو أحيانا المسافة كمان بتخلي الوضع أحسن المسافة آه لما يكون في مسافة طيب وإنتي رأيك ده أنت بتحكي ليه لأنه هو هذا الموضوع بيعمل مشاكل كتير موضوع السهر مع أصحابه عادة أنا بحب أعرف منهن أصحابه بس من باب الاهتمام يعني بس ما بأني أخذ أعطي معاه لا مش ما بنتدخل وبحب إنه ما يطلع كتير 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 يعني طب أنا هسألك سؤال يعني حضرتكم متجوزين نعم بعد قد إيه ست ممكن تتيأس من تغيير الرجل في الجواز بعد مر قد إيه سنتين يعني بعد حسب نفسها هي وقدرتها على على استمرار المحاولة بالتغيير يعني يعني في ستات بتيأس على طول وفي ستات ما شاء الله نفسها طويل لا أنت ديني وقت بعد قد إيه تنصحي الست اللي فقط نفسها تيأس والله يعني سنتين أو ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات تفضل عم بتحاول أنه يعني تعمل تقارب بينها وبينه ومو تغيره ما بحب كلمة تغييره طيب حلوة قوي حلوة الجملة أنت متفق معها لتقارب بينه وبينه آي بعد ثلاث سنين إذا فشلت في هذا التقارب مفروض تتمشي بقى أو تستسلم وترضى بالعيوب الوجودة يعني أنت مع أي حد فيه كده أو كده تمشي أنت بقى لك كم سنة متجوزة ستة ست سنين بس أنت تنصحي أنه 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 بعد ثلاث سنين تمشي ست إذا فشلت في تغييره أو في بعد سنتين ما فيش داعي للترتا أه بده الله وغاية بتكرم بالجد دي مو حاجة بتكلمه بهزار يعني يعني أنا بعد حفرح وخطوبة وبانتخالتي وعزمنا الناس وجبنا الناس وبتاع والحاجات دي طب ما هي تتنكد سنتين أحسن ما تتنكد كل عمرها وهو يتنكد سنتين أحسن ما يفضل طب عمرهم متنكد طبعا والخيار الأفضل أنه أثناء الخطبة الواحد يدرس هاي الأمور أحسن بكتير حلسي ست عدد فترة الخطبة وبخد نشبه بس إحنا بننصح دايما انتبهوا فترة الخطبة وخلوها فترة طويلة وحطيه في مواقف تختبري وأنت كمان تلين عواقف نعم بس قدر المستطاع خليها أنا بسميها هي فترة اكتشاف وهي مشرط هو مشروع مشرط ينتهي بالزواج يعني فكرة الخطوبة مشروع مو لازم ينتهي بالزواج هو مشروع دراسة يا أما نكمل يا أما ما نكمل يعني لازم نحط ببالنا أنا دخل خطوبة مشرط مشت يعني الجوازة مشت وأنا قلت النفسي أنا قلت النفسي كبنت أنا بقى من شاء الله وهحب وهنحب بعض وبدل نفسي فرصة ونوينا وشهو دخلنا على الموضوع مكملنا بعد قد إيه أقول للست دي لو حصلت خنايات 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 أنه الموضوع ما تكملش فيه لا مثل ما قلت لك ثلاث سنوات آه يعني يفضلوا يحولوا بالثلاث سنين بعدها أتوقع أنه خلاص وكمان حسب إذا حسوا الوضع تحسن بعد ثلاث سنين طبعا يكملوا أما لو شافوا الوضع صفر ثلاث سنين هم بيحولوا والتفاهم صفر لا طبعا يعني الفترة القادمة تضيع وقت بتصير طيب آه إذن بعد ثلاث سنين خليني أسألك سؤال عشان الوقت بيجري النصايح تغيير الطرق اللي ممكن أغير بها أو مش أغير بها أنا عجباني كلمة دكتورة أروى أعمل بمصور تواصل النصايح الأليات الوسائل إزاي أول حاجة الحوار يعني لازم يكون في حوار متواصل لو ما فيش حوار يبقى صعب أكيد يعني لأن الحوار بيقرب وجهات النظر أنه المشاركة في الاهتمامات المشاركة في الأشياء بيحبوها مع بعضهم بس بعض الناس بتفهم كانت حوار غير戏 يعني بعد الناس تقولك إيه مثلا إنتي تقولي وجوزك مثلا أنا أين كان اسمه حضرته طبعا يعني إنما هتقوله مثلا تعال يا فلان إيه رايك تعني أن نقعد مع بعض أنا مصدق الحوار تعني أن نقعد ما نكلم مع بعض أهو الحوار إيه شكل الحوار شكل الحوار هو التناقش في التفاصيل اليومي أنه مثلا تعالى أن نقعد نتكلم مع بعض آه في موضوع حاب احكي معاتي. معك فيه. او ممكن مشكلة تلقائي. قرار حابة. نشرب قهوة وبعدين تورطه وتدخل في الحوار. تورطه حرطه. غير ما يكون مستعد عشان ما يقفش. طيب. ايزا الحوار حاجة تانية غير الحوار. الوسائل اللي ممكن المرأة تعملها عشان تحقق آآ التواصل بينها وبين جزءها. ما هي تحاول تغير من نفسها كمان. يعني ما احنا مش هنجيب كل العيب على الراجب. انه كمان الست تحاول تغير من نفسها شوية. يعني لانه ست فترة الخطوبة مثلا. ست بيشوف نفسه عش. يعني فيه ست ممكن تشوف نفسها انها يعني مش مسهلية. اكيد. فيه. مفروض. ما ينبهها على العيوب تفكر بالعيوب. ما تصدها. او جما تقارن نفسها بغيرها مثلا. احنا بكمش هلاجوزها. انا بكلم فيه ست فيه بنتي فيه كو كده. وهي بنت كده دخل على الخطوبة غندورة. بتشوف نفسها فيها حاجة عشان. لا هي ما بتشوف نفسها بس من المواقف مفروض بقى تنتبه. من الاشياء اللي زحلت زوجها. مفروض تنتبه انه فيه انا معناته فيه هذا العيب. تقعد تفكر ما تصد على طول. ولما يزعى المدعي ما تقول الحق عليه. طب ممكن يكون الحق عليه انا. يعني تراجع نفسها شوي. اه. وهو كمان يراجع نفسه. ما بتزبط العلاقة غير كده. طي. خلينا كامل مع وارجع لك. الحوار. الايه تاني فنم. اه يعني التقارب انه المحاولة انه يكونوا اقراب من بعض في وجهات النظر. انه التقارب فيه اشياء. وكمان يعني التنازل من ناحية او من اخرى يعني مش دايما رعيب في الرجل. رعيب في المرأة. لانه المرأة بعد الزواج كمان تتغير. مش نفس البنت الكيوت اللي تكون في فترة الخطوبة. مش نفسها بعد الزواج. تكون عطول اه رابطة راسها وراسها ومصدع وراسها يوجحها ومش ماريش نفس اخرج ومش عامرة ميكب وما يشوفهاش عامرة ميكب الرا برا. ده كمان غلط. اه فانت اصدق انه في جزء في الحوار وجزء عليه هي كاكتهاية شخصي. وحضرتك الدكتورة اروح. ايه طبعا طبعا. الطريقة اللي ممكن اعمل بها كسي تتعمل بها وارتقرب بها التواصل بينها وينجوزها. اه فيه شغلة مهمة كتير انه هي وهي عم تفكر بعيوبه ومتدايقة منها تتذكر ايجابياته. تتذكرهم منيح وتركز عليهم وتكبرهم الايجابيات. هدول كتير بيساعدوها تتقبل العيوب. ياه يعني كله حاجات الحلوة. ايوة طبعا لانه ما في حد كامل يعني اللي ازا العيوب كتير كبيرة اما ازا العيوب مقبولة ضمن الطبيعي اللي هو موجود بالمجتمع. فتفكر انه ما في حد كامل حتى لو غيرتي بختك حيرجعلك بخت تاني معاه عيوب. فلا انت ركزي على الايجابيات اللي عنده. ويعني ركزي فيها منيح وفكري فيها وشوفي قديش عم تشيد بي حياتك. فبتصير تتحمل العيوب. طيب عنيش سؤال اخير وللوقت خلص. ايه اكبر عيب عند المرأة لا لا تحملوا الرجل من وجه اتنظرك. انا اتنظري النكد. اللي هو اول ما يدخل البيت على طول تبقى عبسة وجايب غيره والشك. الغيره والشك. طب ازا افتردنا ان المرأة يعني نضيفة وزي الفل وشايفة نفسها وعيقة جوه البيت وبره البيت وده مطلوب يعني. ايه العيب الفضيع اوي اللي لا تحملوا رجل. انت عاوز تقول حاجة. لا لا انا باسألكو والله فعلا. العيب اللي من وجهت نظركو بخبرتكو يعني. لا تحملوا الرجل. حدرك اخرك الغيره وحضرتك قلت. الناكد وعدم الاحترام له لشخصيته. هذا مدمر هذا للعلاقة. طب انا ممكن اقول لك عيب تالت. اه يا ريت. العند. العند. يعني العند بالنسبة للرجل شيء مؤلم. لانه حتى الراجل بالنسبة للراجل ممكن يخسر اخوه في العند. والرجل العند بيمس كرمته. يعني لما تلاقي لما انت تعني دي قصادي. يعني الراجل عنده مشكلة في القصة دي. وكأنه بتتحديه. يا انا يا انت. فممكن الراجل شوية الشك طبعا مؤلم. وحاجة مؤمزية. وايضا زرحتك قلتي انكد شيء مؤرف. لكن كمان العند ممكن يؤدي العنف. لانه انت بتتحدي الراجل بتتحدي بتتحدي قوته. بتتحدي قراره. بتتحدي فكره. بتتحدي وجوته كمان. اه. ولذلك انا انصح اي ستة بانها اول عيب ما تعملوش انها تعند. يعني هي الفكرة هي مهمة كتير. بس انا كمان بنصح الرجال انه زوجتك إلها جخصية. وإلها رأي. فهي صح بتوافقك بكتير من الآراء. بس ازا اجت ببعض الآراء واختلفت معك. فما تنصدم وتحس انه هذا بيمس كرامتك. عطيها مساحة ان تختلف معك وما تتوتر منها. لو تعطيها مساحة بتسترخي هي وبتصير بتوافقك بالآراء الثانية. يعني قصدك ان الرجل ما يتفجئش بان المرأة لها قرار او لها رأي. ممكن تختلف معه. مو لازم دائما تكون موافقة على كل آراءه. اما. ليه ليه ليه. لانه هي بني اهدم. هي عاشت عشرين سنة مثلا بشخصية مستقرة. لازم تكون هي دائما تابعة على افكاره في كل شيء. ليه ايه لعيب يعني. والله بالعكس الزوجة اللي هيك مملة. اللي موافقة على كل شيء هي مملة. بتريحه من جهة بس من ناحية شخصية سربية كمان يعني راجل احيانا بيحتاج ظهر. مش بس شخصية سربية اس اوكي اوكي اوكي. محتاج حدا يشاركه بقراره. ماشي يشاركه بقراره غير انه هو آآ يختلف مع بعض. احنا نخش في اطار الزوجة النكادية. لا 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 مش نكد. يا اما نفس رأيهم يا اما صارت نكادية. مية بالمية. يا اما معاكم اللي تبقى السيد مع اراءكم مية بالمية او هي خلاص صارت نكادية. يعني انت عايز قطة مغمضة. دلوقتي انت قلت لا لحظة. عايز قطة مغمضة. انا جاية للراجل جاية مع الراجل صح? بس ما قدرت. دلوقتي ما قصة ويزهر. ما قدرت طبعا. اي عشان شخص طبيعي. على مبدأ بقى. انا سبت على مبدأ بس. لا لا لحظة يعني هو مين اللي قالك. بس كلمك. كلمك مش مزم. انا بقول ايه المانع ان الست حاضر ونعم دي كل حاجة. في كل حاجة. في كل حاجة. حاجة جميلة. ما ينفعش. ده ده تريح دماغ. طب ده. طب راجل كمان ما بيبقاش حاضر ونعم مش ده كمان تريح دماغ. نعجة في البيت يعني. وهي تبقى النعجة. هي النعجة دور النعجة مقبول بس. طبعا. طبعا. احنا بنتعرم لي. يعني احنا بنتعرم. عشان تؤادوا في البيت عشان ما تأخروش برا البيت. احنا بنتأخر براحتنا. معلش. خليها هي في سبعين بالمية تاخدوا في رأيه. وثلاثين بالمية تظهر اختلاف. موافق عليه. كويس النسبة دي. انا ادخني في الموضوع. انا بطر. احنا بنحكي بشكل عام. شكل عام. ثلاثين بالمية خليها. معلش. انا كلم شكل عام. اعطيها للمرأة مساحة من الاختلاف مع الرجل. خلي شخصيتها تظهر ولو شوي. ايه بقى المساحة دي. المساحة دي. بقى تلاتين. بقى تلاتين. ايه في اين بقى. ديني مسال. بقى زي ايه ما هو مش في العلو والزمالك مسلا صح. لا في شغلها. في شغلها. في شغلها يبقى لها اختلاف. يعني مثلا في في شغل هو محابه. في شغل هي حاببته. ايه. لازم يعطيها. يعطيها مجال. يعطيها بقى تشتغل بقى. يتناقشوا ولو هو حاس انه ما بضر الاسرة حتى لو ما مقتنع كتير لازم يعطيها. اه فيسيبها بقى تخرج بقى. اه يسيبها تخرج لو ما بضر الاسرة. كما ده لنا قلته. يعني يسيبها تخرج. اه. وتشتغل. طبعا. وتروح تبقى تشتغل وحاجات كده. طبعا مرتين جت. طبعا مرتين جت. طبعا على كل حال انت بتتفق مع الاستاذ الدكتورة اروة. على ان هو يسيبها في اختلاف في الشغل. طبعا. وانه تلاتين في مساحة النسبة دي. خمسين خمسين. مساويت بين المرأة والجور. انا ما اصدي انه هي تلاتين بالمية وجودها وسبعين من وجود. ولا اصدي اختلافها معه. يعني هن لو متوافقين بشكل عام. سبعين بالمية من الاراء حيتفقوا عليها. وثلاتين بالمية حتختلف. لكن اذا رأيكم تلاتين. اذا انتهى الحوار بين الاثنين واصبح نائر ونقير او يعني بيشدوا مع بعض طول الوقت. انتو تنصحوا ان الموضوع يخلص من بدري. اه. احسن حاجة. مهما كانت. او هيحيشوا بنكد وعدم سعادة. على طول يعني. ما هيكونوا سعداء. او هيكونوا منفصلين تماما نفسيا عن بعض. فكريا. وانتواجدين جسديا. وهذا مو شيء صحي لهم او للولاد حتى. انت تنصح انه من الاول. خلاص خلص تتقصر. طبعا. على كل حال بشكرك الدكتورة صحر بخريس الكائد الكتبينية التنصية. بشكر حضرتك جدا. شكرا. ولو انك انت خلفت وعدك. انت قلت انا هاجي مع الراجل واقيده. هاجتي. وبعدين بشكر الدكتورة اروا علوش مديرة مركز امان للتنمية والتدريب. بشكرك جدا. يا اهلا. بشكرك. لكن على كل حال يعني الحياة فيها تصرفات معقدة جدا. انتو تاخدوا. العايزين تاخدوا. لكن انا مع الرأي اللي قالتو الاستاذين. اذا فقدت الحوار بدري. مع صاحبك. مع امراتك. مع زوجك. اذا فقدت الحوار مع شريكك بدري. اه فض الموضوع. صدقني. اذا حاولت مرة واثنين وثلاثة وفشلت. واصبح الحوار مش موجود. ما تعيش نص عيشة. لا تقبل نص جواز. ونص عيشة. ونص شغل. ونص حياة. اما تعيش بالكامل او لا. الحلقة خلصت الى انا اراكم غدا تسبحوا على وطن حر. تسبحوا على خير. ده رأيانا يا اللي انت اسمك من وريدي ومن idéeومي. كرتبا ألا إلي الكرح وعفيا والزرع الزهر في مصر بكرا كان أصل طالع في مصر النار